اهلا بكل مشاهدي قناة النادي الاهلي واهلا بكل الاهلوية وحلقة جديدة من برنامجكم الاهلي خطة احمر اهلا بك يا وسامي اهلا بك يا فارس واهلا بكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الاهلي خطة احمر حلقة النهاردة هنتكلم فيها في امور مهمة جدا وزي ما انتم متعودين معنا بالعقل وبالمنطق ده منهجنا معاكم طول الوقت وبهدوء لان احنا دايما بنحب الكلام بهدوء عشان الفكرة توصل ولكن في البداية اكيد الاسبوع اللي فات كلنا مهمومين ومشغولين بحاجة واحدة بس وهي صفقات النادي الاهلي الجديد في النادي الاهلي كواليس تدريبات النادي الاهلي امور كتير جدا شفناها الفترة اللي فاتت وعايشناها اعتقد كنا سعداء بحاجات كتير منها بنشوف صفقات زي برونو سافيو قادما من الدوري البوليفي وتحديدا فريق بوليفار لاعب برازيلي مهم اضافة للفريق شفنا كمان شاد حسين الاهلاوي الاهلاوي شيء مهم ولكن كمان في الملعب ان هو يثبت نفسه شفنا مصطفى سعد كمان لاعب واعد كل ده هنشوفه معاك وحنتكلم فيه في امور كتير جدا ولكن المهم ان احنا كمان نتكلم معاكم في ان ازاي النادي الاهلي ان شاء الله الموسم الجاي داخل بافضلية وازاي عارفين ان قلقكم مشروع بس هنفكر مع بعض ونتكلم بالمنطق ونشوف هل النادي الاهلي يمتلك سكواد مهم جدا ولا لسه مزال لديه نواقص اكيد كمان انتوا عايزين نشوفوا النادي الاهلي في افضل حال واحنا كمان زيكم عايزين نشوفه في افضل حال بالتأكيد يا فارس وبالتأكيد النادي الاهلي بطل افريقيا اخر 3 بطولات في افريقيا كان بيوصل النهائي حق منهم بطلتين مرنا فترة من الاجهاد 23 مباراة في 75 يوم يعني اثرت بشكل كبير جدا على عناصر او العمود الفقري للفريق واضح جدا القصور الفني اللي بيبقى متواجد فيه المراكز اللي احنا كلنا عارفنا ولجنة التخطيط والكابتن محمول خطيب المشرف على قطاع قرص القدم دارسها بشكل كبير جدا وكمان كلر اللي محتاج مزيد من الوقت والالامانة بيعمل تدريبات بشكل يومي صباحا ومساءا وعودة اليوم الكامل ده شيء ايجابي جدا ومطمئن جدا فالامور فيها يعني بعض اللي اطمئنان انا عارف ان قصارة الدوري الموسم الماضي والنهاية لبطولة الدوري ما كانتش هي الافضل خاصة ان ده الموسم التاني على التوالي لكن ما زلنا عندنا قادرين اننا نعود مرة اخرى لمنصة البطولات وتحديدا بطولة الدوري المحببة للنادي الاهلي صاحب الافضلية فيها وطبعا بطولة افريقيا ايضا النادي الاهلي صاحب الافضلية فيها كان فيه تدريبات النهاردة اكتفى قلر بالتدريبات المسائية فقط لغير يمكن دخلين في أجندة دولية أليو ديانج ودي طبعا لقطات من تدريبات النهاردة علي معلول آخر تدريب للنهاردة وبكرة هيكون إن شاء الله يسافر إلى تونس ينضم لمنتخب تونس أليو ديانج كان آخر تدريب ليه مع نادي الأهلي أمس وسافر النهاردة ينضم لمنتخب مالي ولكن التدريبات بتشمل فقرات طرفهية أيضا لأن النهاردة كلر كان حريص على أن نلعب الكرة الطائرة بالقدم وده شيء إيجابي جدا في بداية المعسكر وكمان بعض التدريبات الطرفهية مع الميران الأساسي ومن بكرة إن شاء الله فريقنا داخل اليوم الكامل هيكون في أحد الفنادق القريبة من النادي تتدرب صباحا ومساءا ومبيت في الفندق يعني بداية مختلفة عن المواسم الماضية أخيرا عندنا متنفس نقدر نعمل فيه حتى بريسيزون حتى لو مدة زمنية قصيرة ولكن أكيد فارس هتفيدنا على مستوى الموسم على عكس الموسم الماضي والموسم قبل الماضي طبعا يا أسامة مهم جدا أن مارس الكولر يقدر يقف على حالة الفريق مهم جدا كمان فكرة تدريب اليوم الواحد أو فكرة أن أنت تعمل تدريب على فترتين وفكرة المعسكر حتى لو دخل ليه مهم لأن جزء كبير جدا من قوة الفريق اللي هو لديه إنجازات أنت تكلمت فيها واضحة وصريحة ولديه راسيد محدش يقدر ينكره فنيا ولكن الجزء المهم اللي بنتكلم فيه هو أنك توصل لأفضل حالة بدنية وزهنية مع بداية الموسم لللاعبين طبعا الحالة البدنية عشان توصل فيها للطوف فورب ده محتاج تدرج ولكن فكرة اليوم الواحد شيء مهم جدا ليه بقى مهم؟ لأن أنت عندك فكرة أن اللعيبة تكون تحت عينك ده حاجة مهمة اللعيبة تكون قادر تشوفها طول الوقت بشكل جيد ده شيء مهم يعني بفتكر تجربة جوريديولا مع برشلونة في بدايتها وكان مستلم الفريق من فرانك رايكرد وفيه تراجح حاصل بعد ما كان الفريق بحقق بطولات بدأ جوريديولا يعمل إيه؟ بدأ يشوف أن القرصة بس مش فنية هو أكيد عنده مجموعة من الأفكار الفنية المهمة ومجموعة من الأفكار الفنية القوية ولكن كمان كان مهم اللي بيب جوريديولا أنه هو يا عسامة يوصل اللعيبة لحالة زهنية وبدنية مناسبة أنه هو يبدأ السيزون عمل إيه؟ كان اللعيبة عندها مشاكل في التدريبات كان بيشوف أن اللعيبة بتبدأ تتعامل مع التدريبات بشكل من أشكال عدم الاهتمام استحاب موبايلات بشكل ما حتى لدرجة أن في أحد الكتب الشهيرة كان فيه كلام عن أنه هو جوريديولا كان بيشوف بعض اللعبين بيجوا التدريبات بنفس الملابس اللي كانوا بيها وهم جايين التدريبات بتاعت اليوم اللي قبله واللي قبله واللي قبله بعض اللعيبة زي ديكو ورونالدونيو وقتها كانوا بيستالكوا كتير جدا على جانب التدريبات لأنه هم مش قادرين بدنيا شاب بيب جوريديولا أنه كل ده محتاج يخليه يضع نظام كامل مختلف لشيء أشبه بفكرة اليوم الواحد وشيء أشبه بلواقع صارمة جدا في مواعيد التدريبات والالتزام كان جزء منها الحفاظ على اللايف ستايل بتاع اللعب خارج الملعب في بقية اليوم لأنه وقتها مركز ورونالدونيو وديكو وبعض اللاعبين كان بدأ يحصل عندهم أن الحفاظ على فرميتهم خارج الملعب وخلال اليوم ما كانتش أفضل حاجة حتى التغذية بدأ يهتم بالجوانب دي وطبعا مع أفكاره الفنية اللي لازم يترجمها بالتزام بدمني أنا بشوف أن كولر فكرة اليوم الواحد هتخلي اللعيبة طول اليوم مستهلكة يا أسامة في التدريبات نظام حياتك طبيعي حتروح لأن كتير جدا من الناس المدربين الأجانب اللي دخلوا مصر قالوا اللعب المصري عنده مشكلتين فكرة النوم وفكرة التغذية دي حاجات أساسية بيكون عنده نوع من أنواع القصور فيها وعدم الاحترافات بنسبة المية في المية حتى لو نتيجة نظام يومه مش شرط يكون هو بيعمل حاجة غلط أكيد لعباتنا كلها ملتزمة ولكن مهم أن أنت تجبر اللعب أنه تعب طول اليوم في التدريبات زهنه كان بيفكر في التدريبات فخلاص بيروح يريح بيفصل بدنيا وزهنيا وتقدر تاخد منه الطاقة دي تانيوم بالتأكيد كولر حريص على عودة الاندباط مش بس الاندباط يعني كان حريص كمان أن يكون المدرب الأحمال موجود والنادي الأهلي بيعمل القياسات البدنية للعابي بشكل مهم جدا حتى مدرب الأحمال أسر أن يكون فيه أغز بصمة القدم ده النادي الأهلي فقط لغير في مصر هو اللي عمل القصة دي ودراسات عن التوازن وتحمل قياسات بدنية وكانت القياسات أكيد مؤشر مهم جدا ليه لأن ده مهم في أنك تحاول قدر الإمكان تتلافق الإصابات أكيد هيكون الحمل التدريبي لكل شخص مختلف أو لكل مجموعة قريبة في القياسات البدنية مختلف عن المجموعة الأخرى ده رقم واحد هيديك انذار في خلال الموسم أن اللعيب ده لا يقدر يتحمل أكتر من كده وممكن يتعرض لإصابة فتبدأ تعمل حساب ده وتتلاشى الإصابة قبل ما تحصل الإصابة فده شيء مهم جدا كمان كولر كان حريص على أنه كمان يكون عارف اللعبين بشكل مباشر وبوقت أسرع فبالتالي لما جاء في التدريبات قال أن عايز اللعيبة يكونوا في التدريبات بنفس أرقام التشيرتات بتاعتهم عشان أقدر محل الأداء يكتشف كل لعب برقمه ويكون الأمر سهل جدا عليه ووضح جدا أن كولر عاوز يختصر مسافات كتيرة جدا عاوز يختصر وقت طويل جدا لأن الموسم هيبتدي في نص أكتوبر وعندنا دور الـ 32 فكل ده كولر بيحاول يأثر مسافات معرفة إمكانيات لعبيه وكمان عشان الناس اللي ألانم الصفقات اللي هو القيدة هيئة في العشرة عشرة أعتقد كولر كمان عايز يدرس بنفسه إيه اللي ممكن يحتاجه لأنه وارد جدا تكون أنت شايف أن فيه مشكلة في مركز ما وكولر عنده قدرة على توظيف لعب في المركز ده وكولر عملها مع منتخب النمسا وراجل عنده الخبرة الكافية أنه ممكن يوظف لك لعب في مركز يكون المركز ده بالنسبة لك فيه نص فبالتأكيد الأمر مبشر جدا يمكن بنفتقد لعبتنا الدولية سواء في المنتخب الوطني أو في المنتخب الأولمبي ولكن ده دفعنا أننا نصع على الثلاث ناشئين وده برضو مؤشر بيقولك أن الراجل عينه على قطاع الناشئين فيه ثلاث ناشئين موليد 2003 نقول أسماءهم طبعا يعني نتمنى يكونوا أسماء كبيرة في يوم الأيام أدهم محمد حارس مرمى وإسلام عبدالله وحمدي موسى دول من موليد 2003 بيشاركوا في التدريبات الآن مع النادي الأهلي أعتقد فارس يعني بداية مبشرة طبعا كل اللي نقدمه حالة من الاثمينات لكن محدش بالزبط محدش ضغم من أي نتائج ولكن كلنا بنقول اشتغل كويس ابدأ صح الكياسات البدنية ده شيء إيجابي جدا النادي الأهلي بيعملوا لأول مرة السنة دي فده بيديك مؤشر أن أنت بدأت تشتغل بشكل مختلف فإن شاء الله يكون نتائج مختلفة